اشتركوا في القناة ضمن قطاع المسؤولية شكلت قوة من الفوج الثالث وبأمرت الشيخ المقاتل علي عبدالفريح النمراوي توجهت هذه القوة إلى المكان الممائلي وكان تنظيم داعي الشروم بنصب مضافات وأيضا محاصرة بعض القرى والمنازل المدنية لبعض مواطني الأنبار اللي طبعا أدهم أغنام في هذه الصحراء كان تنظيم داعش الأرهابي في هذه المناطق يبتز هذه العوائل بأخذ مبالغ خبراءها أمنيون أكدوا ضرورة عمليات التمشيط المستمرة في صحراء الأنبار وملاعقة فلول داعش الأرهابي التي لجأت إلى عمق الصحراء ملاذا آمنا لها فيما تركز العمليات الأمنية على تدمير المضافات المنتشرة في الصحراء لشل تحركات العناصر الإرهابية ومنعها من التسلل إلى داخل المدن من الضروري جدا تواجد قطاعاتنا الأمنية في المناطق الصحراوية للحد من تسلل العناصر الإرهابية علما أنه كان للعمليات الاستباقية الدور الإيجابي في منع ورصد أي تسلل إرهابي إلى داخل المدن كما نحث قواتنا الأمنية على تكثيف الجهود لرصد هذه الحركات المشبوهة وتستمر القوات الأمنية بمختلف صنوفها في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد لضمان عدم ظهور التنظيم مجددا لقناة الفلوجة إدريس يحيى